اهلا بكم الى حوار المساء بمشاركة اكثر من 400 خبير من 30 بلدا بدأت في العاصمة الاماراتية ابو ظبي اليوم فعاليات المنتدى العالمي للتكنولوجيا الفضائية انه واحد من بين مؤتديات ومؤتمرات كثيرة تشهدها منطقة الخليج بشكل دوري لبحث قضايا التكنولوجيا في مختلف فروعها ومجالاتها المتنوعة لكن الحديث عن نقل التكنولوجيا لا يمكن ان يمر دون ان يثير كثيرا من التساؤلات بشأن التدعيات على الواقع هل تمثل هذه التكنولوجيا المستوردة رافدا للتطور ام انها تعمل اكثر على استنزاف الموارد وفرض التبعية للاخر وهنا يحضرنا المثل الصيني القديم اذا منحت شخصا سمكة اطعمته اليوم وان علمته الصيد اطعمته مدى الحياة نقل التكنولوجيا وهاجس التبعية هو عنوان حلقتنا هذا المساء نرحب بضيوفنا في حوار المساء معنا من الرياض عضو لجنة الشؤون الثقافية والعلامية في مجلس الشورى السعودي محمد رضا نصر الله وايضا معنا من القاهرة المدير السابق لاكاديمية السادات حمدي عبد العظيم وسينضم الينا في الحوار لاحقا هنا في ابوظبي صاحب احدى الشركات المستثمرة في الصناعات الدقيقة عمر علي المحمدي ويمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك ولكن قبل البدء في حوارنا هذا المساء نتابع اراء اثنين من المختصين في هذا المجال واولهما المدير في مؤسسة الامارات للعلوم والتقنية سالم المري وثانيهما هو نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم تركيا السعود وقد سألناهما عن ابرز معيقات نقل التكنولوجيا من اهم المعوقات ان طبعا مثلا الدول المتطورة ممكن ما تبغي اطلع التقنيات هاي بسهولة لان هاي تقنيات مكتسبة بالنسبة على مدى خمسين سنة والشيء الثاني طبعا حتى المعوقات من داخل الدولة ان اذا نحن نبغي نكتسب التقنيات هذه لازم نرسل مثلا مهندسين او خبراء الى الخارج طبعا لفترات طويلة مثلا خمس سنوات او عشر سنوات يعني ما بكل شخص مرتاح ان يخترب من بلاده لفترة طويلة المهم ان يكون هناك برامج لبناء الصناعة محليا والاعتماد على البحث والتطوير من خلال مراكز البحث والجامعات وهذا يحتاج الى تخطيط والى سياسات للعلوم والتقنية بعيدة المدى فالمملكة لديها سياسة العلوم والتقنية بدأت في عام 2002 بميزانيات ببرامج ولا شك دول الخليج لديها هذا النوع من السياسات وانا متأكد ان الزملاء في الدول العربية ايضا يعملون على سياسات العلوم والتقنية والبحث وتطوير البحث والقدرات الوطنية في البلدان العربية فهذا ضروري بدون ما يكون هناك كفاءات وطنية لا تستطيع انك تعتمد على النفس اما التعاون الخارجي فهو ضروري دائما سواء لنا او لهم ايضا ابدأ معك سيد حمد عبد العظيم المدير السابق لاكاديمية السادات من القاهرة كما تابعت من خلال هذين التصريحين هل الفائدة التي يستفيد منها المستورد تضاهي الفوائد التي يجنيها من يصدر التكنولوجيا نعم الذي يستورد التكنولوجيا او يستورد سلع والخدمات هي من منتجات التكنولوجيا يحصل على عائد كبير من القيمة المضافة ويبيع هذه الاشياء للدول النامية والاسواق العالمية بسعر كبير جدا مما يجعل شروط التجارة الدولية ليست في صالح الدول النامية وانما لصالح الدول المتقدمة صاحبة التكنولوجيا والتي تحصل على اضعاف مضاعفة بالنسبة لقيمة هذه التكنولوجيا عندما تصدرها الى الخارج جاهزة وبالتالي تتحمل الدول المستوردة اعباء كثيرة نتيجة هذا الاستيراد دون ان يكون لديها القواعد الاساسية لاقامة تكنولوجيا وطنية او ابحاث علمية قابلة للتطبيق وفي هذه الحالة لو اقامت بذلك لامكانها ان توفر استيراد تكنولوجيا وايضا ان تصدر الى الخارج منتجات قابلة للتنافس في الاسواق العالمية ويمكن في هذه الحالة ان تعظم المصالح لكن الوضع العالمي الان هو ان دول الشمال تحتكر التكنولوجيا المتقدمة ولا تعطي لدول الجنوب ومنها الدول العربية الا الفتاة والاشياء المتقدمة والتي قاربت على التقادم تكنولوجيا وحتى تستمر هذه الدول في الحصول على الواردات جاهزة دون ان تعرف اسرار الصناعة لان التكنولوجيا هي علم اصول الصناعة وعلم تطبيق العلم على الواقع العملي في الزراعة وفي الصناعات المختلفة في مجالات الخدمات والانشطة المتعددة وبالتالي عندما يصدرها الغرب فانه يعظم منافعه نعم هناك التبعية دائما مع اي تكنولوجيا هذه التبعية مرتبطة بأي تكنولوجيا يتم استيرادها من الخارج هذا السؤال اليك سيد محمد من الرياض هل يعني ان التبعية قدر لا مفر منه عند نقل اي نوع من التكنولوجيا الجديدة لا هو حقيقة هنا يعني يحضرني النموذج الهندي حينما كانت الهند مستعمرة من قبل الاحتلال البريطاني هذا الاحتلال اوجد نقيضه الموضوعي من خلال تصادم الثقافتين الاوروبية والاسوية والتي افرزت اجراءات جديدة استطاع الهند من خلالها ان ينطلق كدولة صناعية وايضا يفيد من التجربة البلمانية والحقوقية اذا يعني التبعية هي مشروطة بظروف ثقافية وسياسية استحضر كذلك ايضا النموذج المصري في القرن التاسع عشر او في منتصف القرن التاسع عشر ووجدنا في ذلك الوقت هناك يعني اكبر ميناء يعني بناء السفن موجود في مصر وفي ذلك الوقت ايضا ارسل الامبراطور الياباني في عصر الميجي النهضوي وفدا يابانيا الى منصر الاطلاع على التجربة الصناعية المصرية اليوم ماذا يعني نرى من خلال هذين النموذجين الهند رغم الاعاقات يعني الاعاقات التخلف الحضاري مع ذلك يعني استوت على نفسها واصبحت هي لكن سيد محمد يعني والبرازيل من ناحية التأثيرات على هذه التبعية يعني التأثيرات على التبعية وايضا هذه التبعية من ناحية التكنولوجيا الجديدة على عملية التنمية ككل وايضا على الاقتصاد كيف تنظر ليها هل بالفعل تؤثر على عملية التنمية داخل البلدان العربية والخليج؟ أيضا بإمكاني أيضا أن أقدم لك النموذج السعودي مع العوائد النفطية التي تفاقمت مع الطفرة الأولى بعد حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية المملكة استثمرت هذه الفوائض في بناء مدينتين صناعيتين في الجبيل وينبع واستقدمت تقنيات معاصرة وكانت بكلفة مادية معقولة وكلفة بشرية محدودة هذه التجربة قامت على 89% من الإنتاج الصناعي و10% من الإنشاءات العمرانية و1% من الأنشطاء التجارية الأخرى هذه حقيقة التجربة تقدم لنا مثلا واضحا في إمكانية قدرة المجتمعات أمثلة مخزونا ثقافيا قادرا على مواجهة الثقافات الأخرى نعم إذن أنت تطرق إلى مدينة الجبيل وينبع سيد محمد كأمثلة لابتعاد عن هذه التبعية والتقليصها لكن سيد حمدي فيما يتعلق بالتبعية تتخذ أشكال مختلفة منها المراقبة صيانة قطع الغيار التجديد وأيضا التأهيل والتدريب ما هي في رأيك أيضا سبل تقليص هذه التبعية سبل تقليص هذه التبعية تتمثل في تنمية القدرات الوطنية للقيام بتطبيق الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع وطنيا والعمل على اكتساب ونقل هذه التكنولوجيا من خلال الاعتماد على النفس لا مانع في المراحل الأولى أن نتعلم من الغير لا بد أن نكتسب منهم أساليب التشغيل التدريب على الصيانة التدريب على الاستخدامات المختلفة لها في أوجه متعددة ثم بعد ذلك نبدأ في الاعتماد على أنفسنا في التشغيل الكامل والصيانة الكاملة وأيضا الإبتكار الذي يمكن أن يعظم من المنافع فهناك مثلا تطوير يحدث في إطرازات ومأركات معينة من الأسلحة من خلال تعاون مشترك مع دول متقدمة هناك تطوير يحدث من بعض المخترعين لاختراعات قائمة في الغرب ولكن تحتاج إلى المساندة الوطنية تحتاج إلى المساعدة في التطبيق العملي لكن سيد حندي هل تعتقد أن هناك مجال فيما يتعلق بالتكنولوجيا من الواجب أن يحظى بأولوية فيما يتعلق بتقليص التبعية للغرب نعم لا بد أن يكون هناك توافق وتسليم وطني كامل بأن نتخلص من التبعية اعتمادا على القدرات الزاتية أولا لا بد أن يكون هذا منهج معتمد لدى أي نظام سياسي في الدول النامية وفي الدول العربية بصفة خاصة ولا مانع أن نستفيد مثلا الدول الجنوب شرق آسيا استفادت من نقلة وتقليد تكنولوجيا اليابان اليابان نقلت وقلدت تكنولوجيا الغرب وأيضا الآن الصين قلدت تكنولوجيا اليابان ثم بدأت يكون لها التكنولوجيا الخاصة بها في كل الأنتجات التجارية التي تغذر بها العالم ونفس الشيء بالنسبة لماليزيا وإندونيسيا فعندما يأتي الاستثمار الأجنبي ويقوم بالعمل لا يكون هناك تكلفة بالنسبة لهذا الاستثمار الأجنبي لأنه سيبحث عن الأرباح وسيحضر كل الإمكانيات ويتحمل التكاليف وفي هذه الحالة يمكن للمؤسسات الوطنية أن تتعامل معه وتكتسب منه عمليات من الباطن وعندما تتوصل إلى اختراعات جديدة أو تطوير أو ابتكار لأشياء موجودة مع هذا الاستثمار الأجنبي يمكن أن تنشئ قاعدة تكنولوجية متقدمة تسندها إلى مؤسسات البحث العلمي نعم تحدثت عن أمثلة فيما يتعلق بشرق آسيا وأيضا اليابان وأيضا أنها تابعت نماذج رائدة في المجال ثم أصبحت لديها تقنية خاصة بها سيد محمد لماذا الدول العربية لم تستطع أن تحذو حذو الدول الشرق آسيا فيما يتعلق بإيجاد تقنية خاصة بها أو تقليد في البداية حتى تخطو الخطوة الأولى في هذا المجال هو الافتقار إلى مشروع سياسي نحن نعلم بأن التجربة الماليزية كان وراءها مهاتير محمد الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وكان همه فعلا أن يجمع هذا التعدل الإثني الماليزيا المكون من الملايو والصينيين والهنود في أمة وأيضا اختار لهذه الأمة أن تكون أمة قادرة على الإبداع التقني وهذه التجربة حققت حقيقة تراكم اقتصادي أصبح مشهودا في العالم حتى أن الفيلسوف المعلومة الأمريكي ألفين توفلر ثمن كثيرا التجربة الماليزية في الوقت الذي أنحى فيه باللائمة على دول العالم العربي والإسلامي التي كانت تجربتها في الصناعة ونقل التقنية محدودا وضعيفا بالتأكيد افتقار أيضا برامج التربية والتعليم وأيضا إقامة مراكز البحث العلمي هي سبب رئيس في ذلك اليوم إذا قمنا بعملية مقارنة ما بين ما تخصصه إسرائيل من اعتمادات مالية مجزية على الصرف في قضايا البحوث العلمية ما تصرفه يعادل تقريبا ما تصرفه دول العالم العربي برمتها حتى الآن هذه الدول العربية في مجملها لم تقرر بعد أن تدخل عالم الموجة الثالثة هذا العالم الذي يدار بالاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة نعم سنقترب من الواقع العملي والتعرف على نموذج من هؤلاء الذين يستثمرون في نقل التقنية ويعادة إنتاجها محليا إذ انضم إلينا من أبوظبي عمر علي المحمدي صاحب شركة دايتكت المتخصصة في تصنيع قطاع غيار معدنية دقيقة مساء الخير عمر عمر ما طبيعة نشاطكم وكيف تعتقدون أنكم تساهمون في نقل التكنولوجيا وتصنيعها محليا نشاطنا عبارة عن مصنع لصناعات الدقيقة بمكاين عالية الجودة نقدر من خلالها نصنع جميع أنواع القطاع الغيار والقوالب وأي شيء معدني ماذا عن عمر الدعم الحكومي وأيضا الخطوات الأولى في بداية هذا المشروع الدعم الحكومي بداية أخذنا دعم من صندوق الشيخ خليفة الأطول بعمرة وكان دعم صراحة كافي أن نبدأ بمشروعنا هل واجهتكم مشكلات في توسيع النشاط وأيضا ما هو المجال الذي اخترته ولماذا هذا المجال بالتحديد المشكلات هي عدم وجود الثقة الكافية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية مساندتنا أو تجربتنا في الصناعات المحلية هاي مشكلات اللي واجهناها ولكن نبدأ في محاولات مع القوات المسلحة وبعض الشركات الشبه حكومية يريد لهم وقت إنهم يجربون شغلنا وكيف إنتاجنا فهذه المشكلة اللي تخليهم أنهم يثقون فينا يجربون يروحون يستخدمون من الخارج ويثقون بالصناع الخارجية هل تعتقد أن ما ينتج من خلال المصنع يوازي قطعة الغيار التي تم جلبها من الخارج؟ نعم نعم أيضا من خلال تجربتك المنافسة وأيضا التقليل من أثار التبعية والتكنولوجيا أيضا تبعية تكنولوجية كيف يمكن أن يواجه؟ هذا بالتعاون معنا مع الشركات الخارجية وتبادل مشترك بيننا وبينهم وعدم التنافس وتبادل المعلومات وتساهيل الجمارك نعم أشكرك إذن من أبوظبي عمر علي المحمدي صاحب شركة دايتكت المتخصصة في تصنيع خطاع الغيار معدنية دقيقة شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا يعني أعود إليكم ضيوفي الكرام سيد حمدي من القاهرة كيف تنظر لمثل هذه التجارب فيما يتعلق بأيضا براءات الاختراع وأيضا دعم مثل هذه المشاريع في التغلب على هذه التبعية للغرب في مجال التكنولوجيا نعم هذه التجارب تعتبر تجارب هامة ويمكن أن تمثل بدايات تحتاج إلى أن تتزايد أعدادها في المستقبل وأن تدعم وتشجع من الجهات المسؤولة والتشريعات وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تسليل العقبات التي تواجهها فعندما يكون هناك تصنيع لقطع الغيار أو المستلزمات وسيطة فهذا يعتبر مرحلة من المراحل التي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى ابتكار منتج تام الصنع يدخل فيه هذه المكونات هناك كثير من الدول تعتمد على المنتج أو السلعة متعددة الجنسيات التي تأتي قطع غيارها من جهات مختلفة حول العالم وكلها تتكامل مع بعضها وللأسف معظمها من جنوب شقة أسيا كمنشأ في هذه الحالة ويمكن أن بعد ذلك يدخل في مكون لدولة أخرى تقوم بتصديقه هذا أذهب بهذه النقطة إلى سيد محمد فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا التي أشرت إليها سيد حمدي نقل التكنولوجيا في صورة مستثمر أجنبي هل يمكن أن يكون حل لتقليص التبعية في رأيك؟ لا أنا حقيقة عندي تحفظ على مواصلة المفكرين العرب والمحللين لمصطلح التبعية الذي ساد إبان الحرب الباردة اليوم هذه العولمة التي تجمع المجتمع البشري في صحن واحد قائمة على نظرية الاعتماد المتبادل والشراكات الاستراتيجية ما بين الدول وصحيح التبعية ما بالإمكان حقيقة إنكارة فيما يتعلق باختلال ميزان القوى العسكري حيث تظن الولايات المتحدة الأمريكية ويعني الروسيا والصين تقريبا أيضا يعني هذا المارض الأصفر القادم سوف تكون طبعا الغلبة لها ولكن فيما يتعلق بيعني المصالح الاقتصادية نلحظ اليوم أنه يعني المجتمع البشرية تداخل نجد مستثمدين أمريكان من دول أوروبا من الصين يأتون إلى دول في منطقة الخليج والعالم العربي ويحققون شراكات استراتيجية لكن إلى أي ماذا تعتقد سيد محمد أن الدول العالم العربي تأخرت فيما يتعلق بتقليص الاعتماد بشكل كبير أيضا وتقليص هذه النسبة فيما يتعلق بتبعية للتكنولوجيا الغربية هي لا شك الفجوة ما زالت قائمة وما لم تتوجه كما قلت الدول العربية في برامجها التعليمية والاقتصادية والاستثمارية نحو الصناعة الحديثة القائمة على الاقتصاد المعرفة اليوم فسوف تظل في حال من التخلف أنا أريد أن أستثمر وجوده هنا وأتحدث عن تجربة المملكة المملكة عام 2010 أصدرت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والهدف حقيقة من هذه الاستراتيجية هو تحقيق أو مضاعفة القيمة المضاعفة الصناعية ثلاثة أمثال نحن الآن تقريبا يعني مسامة القطاع الصناعي محصورة في 11% ونتوقع في عام 2025 ميلادية أن تصل إلى 20% لكن هنا يدفعني الحديث عن سياسات الوطنية بهذه النقطة والسؤال الأخير إليك سيد حمدي كيف يمكن منافسة شركات عملاقة تحتكر السوق في غياب سياسات وطنية تدعم براءات الاختراع وأيضا المنافسة في تقليص التبعية للغرب في رأيك نعم يعني أولا لا بد بالفعل أن يكون هناك قاعدة تكنولوجية وطنية يعني فيه إمكانيات وقدرات كبيرة لمؤسسات البحث العلمي وتحقيق الاندماج بين الجامعات ومراكز الأبحاث وقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة بحيث تكون هناك تطبيقات عملية ولكن أؤكد أو أريد أن أوضح أن الدول التي تحتكر والشركات العملاقة التي تحتكر براءات اختراع غالبا ما ترفض إعطاءها للدول النامية ويمكن في هذه الحالة أن تصر على أنها تستحوز على الأسواق حتى تصدر منتجاتها ولا تسمح بإعطاء الترخيص فالليسنس في حد ذاتها هذا احتكار ليس هناك إجبار للشركات التي تملكه على أن تعطينا مثلا براءات اختراع للأدوية أو لأي منتجات أخرى وإنما يمكن أن يكون هناك تعاون مشترك في مجالات مشتركة نكتسب من خلالها التكنولوجيا ثم ننقلها إلى بقية المنفذين والجامعات ومراكز الأبحاث نحن في مصر لم يكن لدينا تكنولوجيا الحفر تحت الأرض عندما كان الخط الأول لمتر الأنفق كان حفر ظاهري من بره شكرا لك إذن أعتذر لضيق الوقت وضحت صورة شكرا جزيلا لك إذن حمد عبد العظيم كنت معنا من قاهرة المدير السابق لأكاديمية السادات وأيضا شاركنا في الحوار من الرياض سيد محمد رضا نصر الله وعضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى السعودي شكرا جزيلا لكما بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم غدا سنفتح حوارا آخر في المساء على سكاي نيوز عربية وسيكون عنوان الحلقة المقبلة عن السياحة البينية في الخليج العربي واقع طموح وأفق واعد